إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية صد هجمات متكررة للقوات الروسية على عدة قرى بلوغانسك وديونيتسك شرقية البلاد وأشرت كييف لأن القوات الروسية بدأت بنصب مدفعياتها على الضفة الغربية لنهر دنيبرو بمنطقة خرسون وذلك في وقت تستمر فيه عمليات إجلاء المواطنين من خرسون كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية مقتل العشرات من القوات الروسية والمقاتلين الموالين لها في منطقة طايز باراجيا وخرسون في الأيام الأخيرة نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تبحث عن إمكانية إرسال معداد دفاع جوي من طراز هوك إلى أوكرانيا بما في ذلك الصواريخ الاعتراضية وكشف المسؤولون الأمريكيون أن هذه الخطوة في حال اتخاذها ستدعم القدرات الدفاعية لكييف في مواجهة القصف الروسي